اهلا وسهلا بكم اعزائنا هذا الدرس الثالث العامل المشترك الاكبر مادة الرياضيات للطلاب الصفل الخامس وهذه قناة حياتنا اول لايف ندعوكم جميعا للاشتراك في هذا القناة وضلوا متابعين عشان تشوفوا كل اشي مفيد لكم قناتنا اضا تقدم مجموعة من نماذج الامتحانات وتجدونا جميع هذه الفيديوهات بشكل مرتب ومصنف عبر البلايليست او قوائم التشغيل طيب درسنا اليوم رح نحكي فيه عن العامل المشترك الاكبر اللي هي الاعداد اللي بتكون موجودة اه بين عددين اول اشي بالبداية رح يكون عندي عددين رح احلل العدد الاول بحلل العدد الثاني بشوف شو الرقم المشترك ما بين الاثنين بس بيكون اعلى رقم طيب هلا الكتاب شارح لطريقة يعني طريقتين هنا لكن احنا رح نعتمد طريقة تانية لانها ابسط واسهل للكم طيب اذا طريقة الاولى انه بيكون عندي عددين اوكي العدد الاول مثلا زبنا احنا شايفين هو العدد ستين شو هي الاعداد اللي ممكن اضربها ببعض يعطينا الرقم ستين خلينا نبلش برقم واحد واحد ضرب ايش بعطينا ستين واحد ضرب ستين طيب الاثنين لاثنين ضرب تلاتين التلاتة ضرب عشرين الاربع ضرب خمستاش والستة ضرب اتناش والعشرة ضرب اربع طبعا اذا هذه الاعداد كلها اذا ضربناه في بعض يعني ضربنا كل عددين مع بعض باطيك الرقم ستين نفس الشيء ستة وتلاتين واحد ضرب ستة وتلاتين اتنين ضرب تمنتاش وتلاتة ضرب اتناش واربعة ضرب تسعة وفي عندي رقم الستة اوكي كمان الستة موجودة طيب هلأ خلينا نتفرج على هذي العوامل الموجودة اعلى اشي موجود وبكون مشترك بالاثنين موجود اللي هو رقم اتناش يعني الستة موجودة هون وهون كمان صح طب هل في اشي اعلى منها نعم في الاثناش طب في اشي اعلى من الاثناش لأ فبالتالي نحن نسمي الاثناش هو العامل المشترك الاكبر مثال اخر في عندك عددين اربع وعشرين واربعين زي ما هو شرحهم بالكتاب هاي هم اعطينا عددين تضربهم بعض باثيك اربع وعشرين طبعا هذا عدد غير اولي لانا ممكن اضرب اكتر من عددين يعني اكتر اربع وعشرين ضرب واحد في اعداد تاني كثيرة زي مثلا اربعة في ستة اربع وعشرين مدافع عندي اكتر من عدد فهو عدد غير اولي طيب اذا واحد في اربع وعشرين اتنين في извета. يعني هاي الكليات هاي ارقام اللي بدربها في بعض يعطينا 24. لماذا هوي بالنسبة للأربعين. نفس الشيء واحد اربعين اتنين في اذهب اش بيعطينا اربعين اتنين في اشرين. 3 م metabol 3. اذا مجرد نجروح ل себя 4 اربع في عشرها. خمسة اكلا 100 طب خمسة تم ايه التبع رحيات bi REALLY ما فيه طيب خلص هدول هنا الأرقام هلأ خلينا نتفرج عليهم مضبوط يا خامس الواحد موجودة هون وموجودة هون تمام الاثنين موجودة هون وموجودة هون الاربع موجودة هون وموجودة هون هايها خمسة مش موجودة التمانية موجودة هون وموجودة هون طيب تفرجوا لي عليها هاي الأرقام اللي حكيناها موجودة مشتركة يعني بالاثنين مين أكبر واحد فيهم واحد اتنين اربعة تمانية التمانية ببساطة بحكي ان العامل المشترك الاكبر هو العدد تمانية طيب خلينا نشوف الطريقة الثانية اوكي وبدنا هدول الاثنين نشتغلهم على الطريقة الثانية اللي هي ست وخمسين وسبعين طيب هلأ طريقة الثانية اللي طريقة القسم المتكررة مثلا او خلينا نشوف هذا المثال في عندك العددين 24 وهنا العدد اربعين تمام طيب الاربع وشرين والاربعين يعني ازا بدنا ناخد نفس العددين هدول حليناهم بهاي الطريقة اللي هي عن طريقة العوامل المشتركة شو هي العوامل المشتركة اه يعني بنحط دائرة عليهم بنحدد شو اكبرها اوكي هاي الطريقة بدنا نختار طريقة القسم المتكرر نشوف هل بتزبط ولا لا طيب هاي الاربع وشرين على اتنين بطنعش على اتنين بستة على اتنين بتلاتة على تلاتة بواحد الاربعين على اتنين بعشرين على اتنين بعشرة على اتنين بخمسة على الخمسة بواحد هلأ بدك تجيب يا خامس كل الارقام هاي وتضربهم في بعض اربع وشرين اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة والاربعين هي اتنين في اتنين في اتنين في خمسة طب تفرجوا لي عليهم هدول الارقام نتفرج شو في ايش مشترك هالي اتنين هون هاي الاتنين هون. حطوا دائرة عليهم. وكتبوا بس بدي واحدة منهم. Lee هي الاتنين. يعني مشتركات هون هون. كمان عندي الاتنين واتنين اللي هون برضو مشتركات هون وهون. نكتب اتنين برضو اتنين في اتنين كمان موجودات هون. نختار واحده من هون. طب 3 موجودة هون لا. الخمسة موجودة هون مش موجودة هون. خلص. هل اضربوا لهدول الارقاب كما بتلعوا اتنين في اتنين اربعة. اربعة في اتنين. تمانية. هل الرقم تماني اللي طلع معانا هو عامل المشترك الاكبر للعددين هدول? نعم. بنفس الطريقة الاولى. طيب. طيب مدامنا ماشيين هون? خلينا نشوف العددين ست وخمسين وسبعين مدامنا شرحنا الطريقتين. الست وخمسين والسبعين. هاي ست وخمسين على اتنين فيها تمانية وعشرين. وعلى السبعة فيها باربعة. على اتنين فيها اتنين وعلى اتنين فيها بواحد. طيب. السبعين على اتنين فيها خمسة وثلاثين. على الخمسة فيها بسبعة. وعلى السبعة فيها بواحد. طيب. هلا خلينا نتفرج علي مشوفة ايش مشترك لتنين موجودات. الخمسة موجودة هون مش موجودة هون. السبعة موجودة هون موجودة هون. ازا اتنين موجودات وسبع موجودات. امسكوهم وضروبوهم في بعض. اتنين في سبعة تساوي اربعتاش. اذا العامل المشترك الاكبر للعددين ستة وخمسين وسبعين هو العدد اربعتاش. طيب نفتح الصفحة. لا تمانية وستين اللي بشرح لك بالضبط هذه الطريقة لطريقة القسم المتكررة في ايجاد العامل المشترك الاكبر. اوكي. يعني زي ربطنا. نحن درس الماضي بالدرس هذا. اذا هاي هي طريقتان وهي عفكرة اسهل لنا شوي. اوكي. اللي هي طريقة التحليل الى العوامل الاولية. تمام? اللي هي القسم المتكررة. عندك العدد ستة وعشرين واثنين واربعين. هاي ستة وعشرين. كتبوهم. هاي العوامل الاولي له. هاي الاثنين واربعين. طيب شوف ايش مشترك عندك الاثنين موجودات. هايها. والتلاتة برضو موجودة. هايها. خمسة موجودة هون. مش موجودة هون نفس الشيء السبعة. اوكي. فاذا العددين اتنين ضرب تلاتة. منواجبناه من هون. ناخد واحدة من الاثنينات. وناخد واحدة من التلاتات. اتنين في تلاتة وثاوي ستة. فمنحكي العامل المشترك الاكبر. وهذا اختصاره اع ام الاف. عامل مشترك اكبر. لا هذا العددين هو العدد ستة. طيب. خلينا نشوف عددين تانيات اللي هو ستة وتلاتين وستة وخمسين. اللي هو اتحقق من فهمي سبحة تمنية وستين. ستة وتلاتين وستة وخمسين. على تلات فيها نتفرج عليهم عندي اتنين 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 في تلات هون في سبعة هون لأ في سبعة هون لأ ايزا عندي بس اتنين اتنين متكررات ببساطة من اول اتنين ضرب اتنين تساوي اربعة ونختصرها بالعامل المشترك الاكبر اع ام الاف طيب نيجي الان لأسئلة الدرس نفرج لكم الاجابات بشكل سريع قدر الاستطاعة اجد العامل المشترك الاكبر لكل مما يأتي عندك العددين تمانية وعشرين وستة وثلاثين بنفس طريقة القسم المتكررة هيك بتكون الاجابات اتنين اتنين موجودات التلات هون موجودة هون مش موجودة والسبعة هون مش موجودة فاذا رح نضرب اتنين في اتنين وتساوي اربعة طيب اذا بدنا بالطريقة الاولانية اولا هي هاي القسم المتكررة هو افضل لكم يعني تعتمدوا هاي طريقة طيب خلينا نشوف عددين تانيات اللي هم اتنين وسبعين وتمانية واربعين اللي هي هاي رقم اتنين المسألة رقم اتنين اتنين وسبعين على اتنين ستة وتلاتين على اتنين بتمانية على اتنين بتسعة تلاتة بتلاتة على تلاتة بواحد التمانية واربعين على اتنين باربع وعشرين على اتنين اتناعش على تلاتة الاربع على اتنين واتنين باتنين طيب نتفرج على العوامل شوفوا عندي كم تلاتة وكم اتنينات عشان هيك الأفضل نكتبهم كلهم أحسن ونتفرج شوف شو الأشياء المشتركة ونخذ منها حبة وحدة يعني هاي 48 مسكناهم هدول الأرقام ونقلناهم هاي هم تمام؟ وهي 72 تفرجوا عليه شوفي ايش مشترك هاي واحدة هاي تنتين هاي تلاتة وهاي أربعة أربعة عوامل مشتركة هدول رح ينضربوا ببعض يعني من الاتنين خدوا وحدة وهون خدوا وحدة وهون خدوا وحدة ومن الثلاثات خدوا وحدة 2 في 2 في 2 في 3 تساوي أربعة وعشرين طيب نشوف اللي بعديها اللي هي رقم 3 96 و84 كله بده حلع دفاتر هادا يا خامس طيب 84 عواملها رح تكون 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 7 وبنسبة لل 96 عواملها 2 في 2 في 2 في 2 في 3 طيب شوفي أشياء مشتركة 2 و2 نكتبها و2 في 2 خدوا كمان وحدة 3 في 3 خدوا كمان وحدة 2 في 2 في 3 تساوي 12 طيب نشوف في عندي أمثلة أخرى اللي هي مثلاً نوخد إحنا الخامسة مثلاً في عندي الخامسة عشرة وخمستاش هاي الخمستاش على ثلاثة بخمسة على الخمسة بواحد والعشرة على اتنين بخمسة والخمسة بواحد يعني عندي الإش المشترك الوحيد هو رقم خمسة خلص لأني باخد حبة واحدة منهم اللي هي رقم خمسة بالتالي هو العامل المشترك الأكبر بناتهم تمام إذن هاي بالنسبة لدرسنا لليوم عن العامل المشترك الأكبر نشوف شو ممكن الأسئلة هاي الموجودة هون عندي كيف نحلها بقولك قطعتان من الخشب واحدة طولها خمسين والتانية طولها خمسة وسبعين بدنا نقسمهم لقطع متساوي بالطول شو أكبر طول ممكن لكل قطعة يعني كيف دي عرف أنا شو أكبر طول بدنا نشتغل على العوامل تمام يعني بدنا نشوف الخمسين نحللها ونشوف الخمس وسبعين ونحللها تمام طيب خلينا نتفرج على العوام المشتركة الأكبر ما بين الاثنين طيب هلا هاينا هون كتبنا العوامل المشتركة الأكبر لهذه الأرقام الخمسين رح تكون اتنين في خمسة في خمسة الخمس وسبعين رح تكون خمسة في خمسة في تلات شو الأشياء المشتركة بناتهم نلاحظه نو في عدي خمستان تنتين فإذا 5 بنأخذ واحدة منها ونأخذ واحدة من الخمسة الثانية 5 في 5 25 شو معنى ذلك؟ معنى ذلك عندك القطعة الأولى اللي طولها 50 يعني العامل المشترك الأكبر للاتنين يعني ممكن أقسمه على نفس الرقم اللي هو العدد 25 50 أقسمها على 25 عشان أشوف هاي القطعة اللي طولها 50 كم ممكن أقسمها؟ يعني كم قطعة رح يكون طولها 25 رح تطلع معي الخمسين أقسمها على الطول اللي حكينا عنه المشترك اللي هو 25 رح يطلع معي قطعتين بس طب نشوف التاني مدامة 75 مبين رح تكون أطول أو تعطيني قطع أكتر ف75 ضرب 25 مش أطول يعني رح تعطيني قطع أكثر كلها نفس الطول 75 على 25 قسمناها بطلع معانا جواب 3 هذا معنى يا خامس إن القطعة اللي طولها 50 رح تقسم إلى قطعتين لأنه خمسين وخمسين لأنه خمس وعشرين وخمس وعشرين وخمس وعشرين بيعطيني خمسين الـ 75 إذا قسمت على قطع تلات قطعة رح يعطيك كل قطعة طولها رح يكون خمس وعشرين تمام؟ هذه هي مين أكبر طوله؟ أكيد رح يكون أكبر طوله القطعة الكبيرة اللي طولها 75 متر أو سانتي متر طيب نيجي للسؤال البعدي بقول لنا صاحب محل القرطسية بدي يوزع 30 قلم رصاص و42 قلم حبر بعلب كل علبة فيها أقلام يعني عدد الأقلام الرصاص يساوي أقلام الحبر شو أكبر عدد من العلب يحتاجه صاحب المحل؟ زي ما عملنا هلأ رح نحلل كل عدد بالأول بعدها نشوف شو العام المشترك لأكبر بناتهم بعدها نشوف الثلاثين قلم على كم رح نقسمها وال42 على كم علبة رح نقسمها تمام؟ يعني هيك الثلاثين عوامله رح تكون ثلاثة واثنين وخمسة والاثنين واربعين سبعة واثنين وثلاثة شو العام المشترك لأكبر بناتهم؟ في عندي اثنين منوخد منها واحدة وعندي الثلاث منوخد منها واحدة اثنين في ثلاث ستة علب معنى ذلك أنه الثلاثين قلم اللي عندك يقسمهم على ستة علب عندك رح يطلعوا خمسة والاثنين واربعين على ستة علب برضو رح يعطيك سبعة معنى ذلك يا خامس انه رح يكون عندك خمس اقلام رصاص وسبع اقلام حبر. طيب. اه بقول لك اذا كان عام المشتركة اكبر لعددين هو خمسة شو العددين? ونكتب اربع حلول ممكن. كتير في اعداد مشتركة لما يكون كتير في اعداد بيكون فيها العام المشتركة الاكبر هو الخمسة. يعني كل اه اي اشي من مضاعفات الخمسة رح يكون. يعني عندي خمسة وخمسة عشر. ممكن نحكي خمسة وخمسة وعشرين. نحكي خمسة وخمسة وسبعين. خمسة وخمسة وعشرين. طيب? والسؤالة اللي بعدية. يعني من هاي الارقام رح نحطها هون بالفراغات او بالماكن المناسبة. بقول لك العام المشترك الاكبر لكل مربعين لهم نفس النون. يعني هذا العدد وهذا العدد. شو العام المشترك الاكبر بناتهم من زرع. رح يكون الستة. وبين الاربع وعشرين وبين التلاتين هدول اتنين نفس اللون. العام المشترك الاكبر هو الستة. ونفس الشي الاثناش والتمنتاش الى عام المشترك الاكبر هو الستة. طب يا حلميا لا تنسوا في كتاب التمارين. ولازم تحلوه الافضل عشان الانتفانات تكونوا عارفين كيف ممكن تيجي الاسئلة. اذا احباء انا نراكم في درس قادم نتحدث فيها عن المضاعف المشترك الاصغر. اشكركم وإلى اللقاء.